بما أن هذه الوثيقة خرجت وأنا عارف أنه عندكم منزعاج شديد خلينا نقرأ لكم بعض مجاني من بعض الأفاضل اللي رسلوني من بعض حتى الحمد لله الكبار الضباط الجيش فيه فيه أحرار والله الحمد أحد هؤلاء وهم كبار الضباط يقول لي لقد تابعت تدخلكم اليوم الخميس 28 جونجي 2021 وخاصة المقطع الذي له عواقب خطيرة على بلادنا بالفعل فالنزيف بدأ ما بين 2010 و2012 مع إحداث منحة التقاعد التي تعادل 12 شهر من الراتب عقب التسريح من صفوف الجيش الوطني الشعبي وهذا النزيف مسى 80% من الأفراد المتواجدين بالنحية العسكرية الثالثة التي كان شنغريحة قائدا عليها فراصل شنغريحة الفريق جايد صالح يخبره عن هذا النزيف الذي أرجع من أسبابه من حفظ التقاعد فكلفق جايد صالح لواء عورة صالح رئيس المكتب التنظيم لدائرة التنظيم والإمداد حاليا هو مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وبالتنسيق مع قيادة قوات البريق طرح اللواء عورة صالح على رئيس الأركان قيادة جايد صالح إلغاء من حفظ التقاعد على ضباط ورجال الصف فشتمه الفريق جايد صالح وطرده من مكتبه وعلى إثرها تم إحداث لجنة وزارية بمشاركة كل القوات وعلى رأسها القوات البرية التي مسها النزيف بنسبة كبيرة جدا لأن وحدات قتالي للقوات البرية جد متعبة وبدون رفاهية عكس القوات الأخرى التي هي بالأساس وحدات قتالية ولكنها تقنية ولا تجهد الأفراد كثيرة ثم يضيف فيه مقطع هنا يتحدث فيه لكن ليس لن أشيد له لأنه قد يعطي إشارة من هو هذا فلن أشيد له وعليه اقترحت اللجنة يعني يقول ثم تشكلت هذه اللجنة وعليه اقترحت اللجنة إضافة أربع سنوات أي بمعنى تأخير مشكلة النزيف الذي كان سنة 2015 إلى أربع سنوات واليوم هم في نزيف جد عميق وعنيف لأن العسكريين من ضباط الصف ورجال الجند لا يمضون على عقود التمديد أو عقود العاملين لكن يبقون ويكتفون بعقود التقاعد التي لا تفوق 13 سنة أن يعملون أقل من 15 سنة والجيش اليوم في ورطة ولتسوية الوضع ومعالجة هذا النزيف بصفة كاملة لا بد الرجوع إلى قانون سابق لـ 15 سنة بالنسبة للضباط ورجال الصف وتسطير الراتب مع تضعيف من حتى تقاعد لـ 24 شهر عاوض 12 شهر يعني هذا الضابط يعرف يعرف بالضبط ما هو الحل ويخترح الحل إلى آخرها لكن لن يسمعوا لضباط المهنيين اللي عارفين كيف يدار الجيش لأي يوم داخل الجيش ما يعجبوش يقولوا هذا إذا ما قالوا يسرحوا للحبس هذا إذا ما سببوش فهذه واحدة من أحد طباط الأحرار اللي في الحقيقة أنا متأكد من صدقه يعني للسنوات ونحن نتواصل وفي أخرى نفضل أن نبقى فقط في هذه الرسالة هذه النقطة إذا جمعناها مع ما هو واقع اليوم داخل هرم السلطة والمتميز بالمشاحنات والتنافس الخفي أحلاليا والعلني أحيانا بين جماعة التوفيق التي تعود بقوة وبهجمة قوية وبين الجماعات الأخرى سواء المجموعة اللي كانت مربوطة أو اللي هي مربوطة بشنغريحة المجموعة اللي هي مربوطة ببنعلي بنعلي المجموعات الأخرى اللي ما عندهاش قائد واضح لكنها عندها علاقات متشابكة في مبيناتها كل هذه المجموعات اليوم متخوفة جدا من أن جماعة التوفيق يأتون بالضباط القدماء حتى اللي رحوا تقاعد وكان اللي رح تقاعد عنده عشر سنين أو ثمان سنين أو خمس سنين الأغلبية رحوا تقاعد ما بين 2013 وال2015 يأتون بهم ويعينوا فيهم في المناسب واللي ما رحوش تقاعد مثلا أعطيكم مثال من بين هؤلاء يعني واحد من أخطر جنرالات اللي راه معاه اللي راه اليوم في السلطة بما ذكرته عدة مرات من قبل هو منصور بن عمارة منصور بن عمارة هو أقرب الجنرالات إلى تبون أو يقول تبون أقرب أقرب إلى أي جنرال هو بن عمارة هذا اللي هو مش بعيد يعني من عين السفرة يعني أصلا هذا كان رئيس ديوان توفيق لمدة 19 سنة وهذا يلعب دور كبير جدا الآن في عادة بناء الجناح ومع خروج توفيق فالحقيقة أنهم ينتصرون على خصومهم ولذلك بن علي بن علي لم يبقى له كثيرا في هذه في قضية بن علي بن علي مثلا وجد خلينا نبعث أيضا أحد المصادر الأحرار ضابط في الحرس الجمهوري رسالتين على الاختصار السلام عليكم أستاذ إن عقاد اجتماع في الحرس الجمهوري برئاسة اللواء عياد الطاهر لمناقشة الورطة التي تسبب فيها الأخ أمير ديزال القرارات هي كلاسيكية مثل تحسيس الأفراد وتسليط أشد العقوبات وغيرها 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 حاب يقول لي أنهم مرعوبين بحق لكن نفس الكلام نعود أن نسمعه وفي رسالة أخرى السلام عليكم أستاذ على الرغم من الفرص الضئيلة المتاحة أمامه فإن اللواء عياد وفي تحركات في تحركات وسباق ضد الساعة يسعى حثيثا في كسب ود ورضا صنع القرار من أجل تعويض الفريق الأول بن علي بن علي على رأس قيادة الحرس الجمهوري هذا اللواء عياد يريد الآن أن يخلف بن علي بن علي يعني سيده اللواء عياد هذا شاف دي طماجور الحرس الجمهوري أي شخص الثاني رسميا يعني وإن كان خلافاته كبيرة مع رئيس الديوان لهو هذا بن حليل وإلى آخرها موسيقى